ألمتي عن بعض الأسر اللي ممكن تميز الولد عن البنت فيه أسر تانية بتميز البنت عن الولد وبيدلعوا البنت دلع يمكن زايد شوية فيبتدي الولد يتدايق سواء بقى غيرة أو يتدايق من الدلع خصوصاً هو في سن مثلاً مراهقة أو وصل ليه للشباب صح، هقول لك مفاجأ إن الأم اللي تعرضت لده في بيتها إن هي كان عندها أخ قاسي أو هو كبير أو بابا ما كانش موجود وهو اللي بيمارس ده أو تعرضت لتجربة زواج فيها زوج قاسي جداً فبقت هي اللي بتربي البنات غصباً عنها عندها ميكانيزم دفاعي إنها عايزة تقوي البنات دي فوق الطبيعي عشان يعرفوا ما يبقوش صورة الضحية دي في يوم من الأيام فبتقوي البنت على الولد وأنا قبلت تجربة كده بالضبط الولد هو البنات هم يعني الأقوى وهما اللي بيمارسوا هو مش بيقول لأ في أي حاجة ومش عارف يقول لأ في أي حاجة لما قعدت مع الأم لأ هو فيه سبب إنه هي أصلاً عندها تصور أنا مش عايزة البنات دول يبقوا شبهي في يوم من الأيام فإحنا محتاجين نفارمل لما نلاقي إن إحنا متأثرين بتجاربنا الشخصية وإحنا من ربي الولاد أرجوكوا نقف لأنه لا هم مش يعيشوا نفس المواقف بنفس الشكل أنت يعرف المشكلة في إيه يا دكتور إنه كلنا بنقول إيه طب ما إحنا تربينا هو وكبرنا زي الفل ما فيناش حاجة غلط مش زي الفل ولا حاجة بالضبط يعني ففهمة أصدي فإحنا بنقول إيه دايماً إنه أنا أقف بقى دقق بقى في كل حاجة طب ما أنا هو كبرت هو زي الفل ما بعودش أفكر إنه لا أنا تسببت في مشاكل أو أجالي يعني مشاكل ترومز معينة بسبب مواقف معينة فالنهار دا بقى إزاي أقف مع نفسي أصلاً وأقول أعلم على المشكلة أحط إيدي عليها أقول إن عندي المشكلة دي أنا لازم مش كل الناس معيها فلوس إنها تروح لدكتور نفسي فأنا إزاي النهار دا أعالج نفسي بالحتة دي يعني أنا يعني أعرف إن أنا عندي مشكلة في الحتة دي وزاي أعالجها هي لحظة وعي أنا باخد بالي فيها إن أنا باستخدم ميكانيزم دفاعي معين يعني أنا بقوي بنسي قوي قوي علشان ما تكسرش أنا واخد بالي لو أنا ركزت لحظات كده أنا بعمل دا ليه أو إن الولد دا أنا كأم شايفاه يبقى الحماية وهو اللي هيقف يسعيدني وهو اللي هيقف قدام بابا في سن معين لو بيجي علي فأنا بعود الولد يبقى قريب مني جداً إحنا أحياناً كمان بنستخدم الولاد إنه مين يبقى أقرب لمين علشان أنا هحتاجه فيه من الأيام كل دا محتاج لحظة وعي فيها إن أنا مدرك إن أنا بس رايح في الطريق الغلط بمارس نفس اللي حصل معي بطلع حتة كده فيها إن أنا مرتبطة بالولد الوحيد أو البنت الوحيدة دي قوي اللحظة دي لو ما جدش لحظة الوعي اللي فيها الصدق أنا بعمل كده بجد مش هعرف أفوفرمن طيب هل دا لي علاقة بإن دايماً البنت زي ما بنقول مرتبطة بباباها والولد دايماً مرتبط ببامونتو؟ هو يعني آه الميل الأقرب إنه طبعاً كل واحد بيميل الجنس التاني البنت فعلاً أقرب لباباها والولد أقرب لمونتو لو إحنا عايشين في بيت سوي وكل يعني الأب موجود والأمة موجودة وكده لكن لو فيه بقى انفصال فهتلاقي كل حد بيشد حد من الولاد تجاهه وحسب نمط شخصية الولاد يعني الأسهل أنا هبقى عايزة أقرب لي أنا الأنشف هبقى زقى ناحية بابا علشان هو يقف قدامه ويقول له لا إحنا محتاجين ومحتاجين ومحتاجين ممكن الأنشف دا يبقى على فكرة البنت مش الولد مش بالضرورة حسب نمط التربية طلع مين قادر أكتر على إنه يقف يطلب حقوق إنما في الطبيعي زي ما حتك قلت إنه فقط بيميل جنس الآخر ولا السلوكيات نفسها وطريقة التعامل نفسها اللي بتفرق لا 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 هو الأب بيدلع البنت بشكل دلقصده يعني وعلى الجانب الآخر برضو طبعا والبنت بتحتاج بابا اللي بيلعب دور الصاحب اللي بيخرجها ويقعد معها في كافيه ويغزلها ويقول لها كلام حلو والعكب الأمة برضو بتبقى قريبة من الولاد جدا لأن الأب عايزه يطلع ناشف زي ما بنقول عايزه يطلع راجل كده أنا عندي ولد عايزة شوف ليه عايزة أقربه مني أكتر بصراحة عشان بصري الأمة قريبة عشان الولد دل السند الولد دل صاحب الولد دل أحيانا بيلعب دور اللي بابا ما بيلعبوش الولد لما الولد ومامته بيبقوا صحاب لا هو بيمل حتة عنده ماما أحيانا بيكون بابا ما بيعملهاش الخروجات ويلا نلعب والولد بيبقى عايز شكل البنت في حياته فلو ماما قادرة في سن المراهقة تلعب دور البنت الصحبة اللي يلا نقعد في كافيه ويلا نخرج هنا ويلا نروح نحضر ماتش مع بعض أنا مش قادرة أقولك هي بتسكن احتياج قدقي عند ابنها الولد الحمد لله طيب خلص حلو قوي المدر